والأخت فيفة يعني ممكن مثالة لو حبينا نحطها بطريقة عملية تذكرت عن خضوع الأولاد والزوجة ونحطها بطريقة عملية يعني الأولاد لما الكتاب بيقول أن هما يطيعوا والديهم هو بيقول على أساس أن الأب والأم بيعتبر هو ده السلطان اللي الله أقاموا عليهم وخضوعهم للأب والأم هو خضوع للرب نفسه والأولاد لما بيتزوجوا الكتاب بيقول أنه بيطرق الرجل أباه وأمه ويلتصك بامرأته ويكون الأسنان جسداً واحداً فهنا في الوقت ده أصبح ما بقاش تحت سلطان الأب والأم لكن هو بقي في البيت اللي بقي هو الرأس فالكتاب بيقول له أنك تكرم أباك وأمك ولكن مش تطيعهم ما يبقاش اللي هما اللي بيدلوا التعليمات وهو ينفز لكن يكرمهم وهو بقى الرأس فهو برضو لما بيكون خاضع للسلطان الأعلى منه اللي هو المسيح برضو الزوجة تخضع للزوج وأحياناً الأزواج بيبقوا مش مؤمنين الكتاب بيقول أنهما يربحون بسيرة النساء فأين كان مش بخضع عشان هو مؤمن لأ أنا بخضع لأنه ده السلطان اللي أقامه الله على الزوجة وبرضو في الشغل الكتاب بيقول أنه مش للناس اللي هما الكويسين حتى العنافاء إحنا برضو بنخضع عليهم لأنه ده سلطان مرتب من الله فلما بخضع ده بتبقى مش سهلة ولكن لما بطلب من الرب نعمة الخضوع وبتعلم وابقى تلميذ هبقى بالنسبة للأمر مش صعب وهو تتكلم على أدوار في الأسرة المسيحية ويمكن البعض صعب يستسيغ هذه الكلمات ولسيما إحنا في العقل الشرقي ولسيما فكرة الأب والأم أو خلنا نقول الحما والحما والآخرة دايماً بيفكر أن الولد بيضل للأبد ولد فبيخلق إشكالات أحياناً بين الأب والأم مع الجديد مثلاً الزوجة الإبن أو إلى آخرها أو بالعكس ففي دور في ترتيب إلهي الرب وضعه في الأسرة مثل ما ذكرت اشتركوا في القناة